بنظرةٍ سريعةٍ للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ومنذ اللحظات الأولى لمنحها الثقة تحت قبة البرلمان قدم رئيسها وزيري الدفاع والداخلية في كابينته الأمر الذي يدفعنا لمعرفة ما توليه هذه الحكومة للملف الأمني خاصةً بعد عودة خلايا الإرهاب لأنشطتها الإجرامية مجدداً السيد وزير الدفاع الفريق جمعة عناد سعدون خطاب أطلب من المجلس التصويت على المقاتل أحد أبطال التحرير الفريق جمعة عناد وزيراً للدفاع علماً أن نقدم استقالة مكتوبة إلى سيد رئيس الوزراء أطلب من المجلس تصويت على وزير الدفاع نعم الموافقة بالإجماع أطلب من السيد رئيس الوزراء المكلف استمر الفريق عثمان علي فرهود مشير رئيس الكار الجيش السابق وزيراً للداخلية أطلب من المجلس التصويت على بطل آخر من أبطال التحرير وزيراً للداخلية الفريق عثمان تصويت السيد وزير المالية توقف السيد الرئيس الوزراء المكلف تصويت تمت الموافقة فمصطفى الكاظمي وقبل أن يصبح رئيساً للوزراء كان رئيساً لجهاز المخابرات الوطني وله صولات وجولات ضد رؤوس الإرهاب لذا كان دقيقاً في اختياره لهاتين الوزارتين الأمنيتين الداخلية والدفاع ظابطين من المشهود لهما بالكفاءة والمهنية فوزير الدفاع جمع عناد الجبوري لديه تجربة في العمل العسكري ومواجهة الإرهاب وهو من أهل الشرقاط شمالي صلاح الدين وكان قائداً للعمليات هناك ثم قائداً للقوة البرية في الجيش العراقي أما وزير الداخلية عثمان الغانمي فهو جنرال كبير في الجيش وكان مسؤولاً عن قيادة الملف الأمني في محافظات الفرات الأوسط ثم رئيساً لأركان الجيش ولديه الكثير من المعلومات المهمة التي يستند عليها في إدارة الوزارة بقوة وحكمة لنصل إلى قرار الكاظمي بإعادة الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي وترقيته رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب وكان يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن مراقبون للوضع العراقي يرون أن حكومة الكاظمي ماضية بتعزيز الأمن في عموم البلاد كي تستقيم باقي الملفات وبذلك تكون المعالجة لملفات عدة أمنية قانونية وأبرزها حماية المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم وملاحقة الفاسدين إلى جانب ضرب خلايا الإرهاب وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين انطلاقاً من مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر